يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله من يقول إن الأشاعرة ليس عندهم إلا بعض الأخطاء في بعض الصفات فقط فهل كلامهم صحيح؟ ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا سبع أو أربعة عشر عند بعضهم فكيف يقال إنهم ما عندهم إلا أخطاء يسيرة وهم ينفون صفات الله عز وجل وأيضا لا يعتمدون على الأدلة الشرعية في العقيدة وإنما يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام فهم يتلقون عن المنطق وعن علم الكلام ولا يتلقون عن الكتاب والسنة فكيف يقال إنهم ما عندهم إلا أخطاء يسيرة هذا إما أنه يجهل حالتهم وإما أنه يريد أن يلبس على الناس نعم